السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد محبي النحو ومحبي العسل أهلا وسهلا بكم أينما كنتم تاريخ اليوم 18 سنة 2020 اليوم في هذا الفيديو سوف نتكلم عن ظهور هذه النبتة هذه النبتة التي تشاهدونها في الصورة هي نبتة العنصال أو الفرعون كما نسمونها نحن هنا في المغرب هذه الظهرة تظهر في بداية موسم الخريف عند التساقطات المطارية الأولى لذلك فهي تعد من مبشر فصل الخريف نبتة العنصال أو الفرعون تظهر في البداية على شكل ساق كما تشاهدونها في الصورة هذا هو ساق هذه النبتة ثم في الأعلى تخرج هذه الظهرات التي تشاهدونها في الصورة هذه النبتة يستعملونها الناس في بلداننا العربية كعلى ما تفصل بين الحدود بين حدود أراضهم وأملاكهم لأنه يمد جدره بعيدا في الأرض نبتة العنصال أو الباصل بدرتها شبيهة بالباصل إلا أنه أكبر منها عليلا في الحجم بعد نهاية إزهار هذه النبتة تخرج منها أوراء من هنا أوراء خضراء أوراء خضراء وسمى جدا وهي خضراء وتصبح صالحة لمأكل الحيوانات عندما تجف وهو مفيد من أنها هي الطبية ومعروف في عالم الطب والصيدلة هذه الظهرة هي الظهرة غنية بالرحيق وكذلك فيها نسبة مهمة من حبوب لقاح حوالي خمسين في المئة حبوب لقاح وخمسون في المئة رحيق عندما بدأت هذه النبتة في الإزهار لاحظت أن ملكة الناحل مباشرة بدأت في وضع البيض بعد التوقف عن وضع البيض شهرا كاملا فهي إذا هذه الظهرة مفيدة ومفيدة جدا في هذه الفترة الحرجة التي يعاني معظم النحل في العالم العربي من تراجع خلايا النحل فإن هذه الظهرة جاءت في الوقت المناسب لكي تنقض الموقع فهذا كل ما لدينا أخواني أتمنى أن يكون هذا الفيديو أدنى لعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته